أحبائي مثل ما قلت أن هذا الوباء خطير لأنه الناس كلها بتسافر سرعة انتشاره في كل مكان شيء الثاني الميديا التواصل اللي عم تعطي وعي في هذا الموضوع أنه وين بينتشر كيف بينتشر حتى بتفوت على برامج خاصة بيقولك في هاي البلد كده العدد اللي أصيب كده عدد الوفيات كده اللي يعني شفه من هذا المرض ففيه شيء حلو يعني هذا بيقولنا الشيء الثالث أنه برضو كمان في هاي الأيام فيه وعي يعني فيه وعي بالأدوية فيه وعي بالبحثات الطبية كل الدول المتقدمة عم تشتغل ليل نهار في الكلينكس حتى يقوموا أو يلاقوا علاج لهذا الموضوع فبشكل يعني بشكل عام أنه اللي بميز عصرنا من خلال هذا الوباء رغم أنه خطير ومنتشر بس من ناحية تانية فيه اطمئنان أنه الأعداد أخف بكتير أنه لو ما فيش وعي فاحنا بنشكر رب من أجل الجهات المسؤولة من أجل الحكومات اللي بتصهر على طبعا رعاياها وعلى سكانها اللي بنسمع منهم ومنحاول نمشي بحسب القوانين اللي بيحطوها لإلنا لخيرنا ولمصلحتنا أيضا اشتركوا في القناة